اهلا بحضراتكم من جديد موسم العودة للدراسة ورجعت المدارس ورجعنا للنوم بدري المفروض والالتزام والمذاكرة والنقاشات اللي جوه كل البيوت المصرية ما بين الاهالي والطلبة ونوم بدري وبعد طبعا ثلاث شهور من الراحة والأجازات والفسح وكل واحد بينام براحته النقلة بقى والتغيير بتمقى صعب الصراحة يعني النظام اليوم بيبقى ماشي بشكل معين عاجب طبعا كل الطلبة ومش عايزين يغيرون لا يزم بقى يدخلوا في مود تاني خالص وهو مود المدرسة ويسحى بدري ويذاكر فتلاقي النقاشات ما بين الاهالي والولاد كتير قوي علشان بس ايه نتهيأ كده لعودة الدراسة احنا كمان الكبار والله نتهيأ لعودة الدراسة وده بيعمل نوع من عنوات ضغط علينا ازاي بقى نرجع الدراسة من غير ضغط ومن غير مشاكل مع الطلبة جوه البيوت هنعرف من دكتور محمد حمودة مدرس الطب النفسي اهلا بحضرتك يا دعا اهلا بحضرتك يا دعا اهلا بحضرتك يا دعا اهلا بحضرتك يا دعا وحضرتك طيب وبخير مسم دراسي جديد ان شاء الله موفق للجميع النقلة بقى بتاعت من الاجازة للدراسة دي نقلة يعني مش سهلة على حد وانك تقنع وانك تناموا بدري وتسحوا بدري وترجعوا تاني تنسوا مود الاجازة ده نعملها ازاي هو احنا عندنا غلطة بنرتكافها كل سنة ان احنا بنسيب الولادنا براحتهم في الاجازة لحد اخر يوم في الاجازة يا دكتور وبعدين هما لما نقول لهم نام بدري عشان المدرسة قربت يقول لك انا فاضلي لسه 3 يام في الاجازة سيبوني براحتي وكأننا بنعذبه لما نطلب منه ان هو ينام بدري فللأسف ان احنا بنسيبهم طول الاجازة وبنيجي نطلب منهم الالتزام في وقت ضغط الدراسة ده بيعمل زي ما حالك قلت كده نقلة وصعوبة في ان هما يعدلوا نظام نومهم وصحيانهم يعدلوا طريق تفكيرهم يعدلوا حاجات كتيرة جدا وكمان حاجة مهمة جدا نازم ياخد بالنا منها انه دخلة الدراسة مش بتوتر الاطفال بس او الطلبة بس هي بتوتر اولياء الامور زيادة عن اللزوم ما كلها بنصحب بدري عشان هي مش مسألة ان احنا نصحب بدري عشانهم على فكرة هي مربوطة في ذهننا بلما احنا كنا اطفال في المدرسة كنا بنتوتر بنفس الدرجة فبقى داي من جو الدراسة بيوترنا تلاقي فيه كبار كتير بيتوتروا مع بداية الدراسة حتى لو هما مش رحين مدرسة او ما عندهمش اولاد خالص يعني لكن هو بس مجرد وقت الدراسة بدأ فده معناه انه زحمة هتبقى في الشوارع ده معناه انه الجو بتاع المغرب ده اللي بيجي وبيخلينا نحس برحة الجلاد ورحة الكراريس بتاعتنا ولوين دي ذكريات حلوة يا وقتر احنا كاجيال بنشوف ده ذكريات حلوة كانت بتوتر الاجيال زمان او كانت بتوترنا زمان واحنا صغارين زي ما بتوتر ولادنا دلوقتي فبيبقى التوتر في دخل الدراسة ولادنا دلوقتي متوترين يا دكتور حيك شايف الاجيال جيبتوا توتر من الدراسة اه اه بيتوترهم بالدراسة زينا بالزبط واللي ما بتوترش منهم بالدراسة زي برضو اللي ما كانش بتوتر في وقتنا بالدراسة فهي هي بالزبط هي نفس المعادلة تقريبا وان كان بس المغريات هي اللي زيادة يعني هو في نت طول الوقت وفي موبايلات في ايد كل الاطفال وفي بلاي ستيشن في كل بيت فاحنا عندنا مشكلة ان الحاجات دي كلها محتاجة تتقف في المرة واحدة. فإحنا كانت تحضير لدخلنا المدرسة أسهل بكتير من تحضير ولادنا لدخلهم المدرسة. لأن إحنا كان الموضوع بالنسبة لنا هو التلفزيون والقناة الأولى والتانية. فأقفل التلفزيون خلاص الدنيا زبطت. لكن دلوقتي إحنا محتاجين نشيل البلاستيشن ونشيل الموبايل ونبدأ نعدل موعيد النوم والصحيان اللي دايماً بنلاقي فيها مشكلة. عشان الساعة البيولوجية بتاعت الأطفال بتختل في بداية الدراسة من كل سنة. وناخد بالنا لده مهم جداً تعديل الموعيد النوم والصحيان عشان واحد الساعة البيولوجية بتاعتنا محتاجة أنها تتضبط. الساعة البيولوجية مسؤولة عن التمثيل الغذاء بتاعنا. والصهر بيزود خطورة إصابة الأطفال بالبدانة ومرض السكر. أنا قنيعهم إزاي بدا. يعني أنا كولية أمر ما تسخر على ابني ولا بنتي. قنيعهم إزاي أنت لما تصهر جسمك حيبوز وعقلك مش هيكون بيقوم بوظيفته الطبيعية. الكلام ده هم بيخدوه على أساس أن دي كليشيهات بتقولها الأمهات والأباء علشان يدخلونا النام بدري. هو أنا مش المفروض أجي يقنعه دلوقتي. المفروض ده يبقى سيستم من أول للأجازة. إن إحنا لنا مععيد نوم وصحيان ثابتة. ما بيتغيرش. ما لهش دعوا بإحنا في أجازة ولا لأ. خد بالك إن الأطفال والطلبة بيحبوا الصهر. مش عشان جمال الصهر في حد زيته. عشان هو كسر للروتين اللي هم تعودوا عليه. فهم ما بيصدقوا يكسر الروتين بإن إحنا هنغير مععيد النوم وصحيان بتاعتنا. طيب لو إحنا قسرنا الروتين بحاجات تانية غير مععيد النوم وصحيان هتلاقيهم عادي بيناموا وبيصحوا عادي. يعني تاخذ بالك في المصايف بيناموا بدري وبيصحوا بدري. ليه؟ عشان إحنا عندنا حاجات تانية تتعامل. هل كانين تقول اليوم فيه أنشطة كتير بيعملون؟ فهتلاقي إنه هو الصلاة 11 دخلوا نام ومن غير ما حد يقول لهم. عشان هو هيصحى الصبح الساعة تسعة هينزل للبحر وهيعمل الأنشاطة اللي هيعملها. فهو فكرة كسر الروتين مش فكرة إنه هو متمسك بمععيد النوم المتأخرة. لأ فإحنا ممكن نكسر الروتين بطرق تانية تخلي الطفلة متقبل جدا أنه عادي ينام بدري ويصحى بدري. أنا إزاي أديله التوجيهات اللي أنا عايزها دي من غير معلقة يويت بوز يعني لأنهم برضو يعني يتقبلوا التوجيهات لكن بطرق أبسط يعني معتقدش حد لقد يقدر يشخط في ابنه أو بنته. يعني لازم الطريقة تكون تربية إيجابية بقى وكده غير الناس ما كانت بتتربي زمان يعني وزمان ما كانتش التربية سلبية عشان نقول دلوقتي إن التربية إيجابية هي التربية بشكل عام لفظ لازم يكون إيجابي لأنه هو كل التربية هي إيجابية. كان فيه طرق سلبية أكيد يا دكتور أثرت في أجيال كتير. التربية نفسها إيجابية نحن نحن نتكلم عن الطرق اللي هي السلبية أو الإيجابية لكن التربية نفسها حاجة إيجابية. ما ينفعش نقول على التربية إنها سلبية. فالتربية دايما هي حاجة إيجابية. تمام؟ لكن الطرق زي محرج بتقولي هي اللي ممكن نقول دي طريقة سلبية أو طريقة إيجابية. هو بشكل عام فيه أباء وأمهات لحد دلوقتي بيشخطوا في ولادهم وبيزعقلهم. وبالمناسبة ده مش غلط إن إحنا نزعق لولادنا أو إن إحنا نشخد فيهم أو حتى إن إحنا نعقبهم. بس طرق العقاب هي اللي بتختلف. يعني إحنا العقاب بالضرب ده أسوأ أنواع العقاب اللي إحنا ما بنحبوش. لكن في العادي إحنا نقدر نعقب الحمان. يعني هم من حليل يا دكتور يعني هو مسموح. أه مسموح أه بس ده آخر مرحلة من مراحل العقاب. بالمناسبة عشان نوضح الحكاية دي بالتفصيل. هو البداية إنه إحنا بنتولد بغريز طلبه بس. ولما ما بنلبش طلبه بيقعد جعاية وبينهار في العيات لحد ما بيتلبى الطلب بتاعه. وبعدين يبدأ يتكون عند الطفل الضمير من خلال التربية. فاهميني؟ فإحنا لو ما ربناش الطفل وما بقولنا لهشه ما ده غلط وده صح. وعاقبنا على ده هيبقى ما فيش تربية. ممكن عاقب بطرق أخر؟ ما إحنا اتفقنا أنه فيه عقاب بش أشكال مختلفة. خليني نتفق على حاجة. هو لو ولله المسألة الأعلى لو ما فيش جنة ونار الناس هتعمل ايه؟ مبدأ الثواب والعقاب. بالضبط كده. فلازم يبقى فيه ثواب ولازم يبقى فيه عقاب. ففكرة أنه لا ما نعقبش لا ده غلط تماما هو العقاب مسموح لأنه إحنا بنربي فنحتاج إلى عقاب. ولكن طريقة العقاب هي اللي بتفرق. فإحنا أسوأ أنواع العقاب هو العقاب بالضرب. لكن هو موجود كنوع من أنواع العقاب آه طبعا موجود كنوع. ما نقدرش ننكره حتى لو إحنا رفضينه. بس هو موجود. لكن فيه طرق تانية للعقاب أفضل. لكن إحنا عايزين يبقى فيه ثواب وفيه عقاب عشان ديه تربية. بدون ثواب وعقاب مش يبقى فيه تربية. طيب أنا بربي وبحاول دولاتي أنا بكلمهم على المدرسة وعلى داخلين المدرسة وكما بقى الساعات اللي كانت بتطقيدي قدام التلفزيون أو بيلعبوا في الشارع أو بيلعبوا كرة أو بيتمرنوا ولو إن معظم التمارين بتكون في الصيف يعني هم مع كمان الروتين بيبقوا مش عايدين يتمرنوا في الصيف. مش عايدين يعملوا أي حاجة كانوا بيعملوها أثناء المدرسة. المفروض إن أنا أوجيهم في التوجيهات اللي هو حنقل بقى عدد ساعات كل الحاجات اللي هي كانت ترفيهية دي علشان عندنا ساعات تانية المفروض نستغلها في المذاكة. بالضبط كده. بالضبط كده المفروض ده يحصل قبل بداية الدراسة ب 15 يوم على الأقل. يعني زي دلوقتي كده. نبدأ إن إحنا نزبط مواعيد دمنا وصحياننا ونبدأ نقلل عدد الساعات اللي هم بيمرسوا فيها الأنشطة بتاعتهم اللي هي الترفيهية زي البلاي ستيشن أو زي الموبايل أو غيره وننتظم في الحاجات الأساسية زي التمرين اللي هو هيكمل فيه في الدراسة مثلا. فهو محتاج إنه يكمل فيه في الأجازة زي ما بيكمل فيه في الدراسة فلازم نزبط الجدول بتاعتها لأن التمرين هيبقى ليه معاد ثابت في الدراسة وكل ما هنقل البلاي ستيشن بالتدريج كل ما الطفل مش هيحس أو الموبايل أو الأنشاطة الترفية بشكل عام مش هيحس بنسحاب الحاجات دي. لأن المشكلة هو الشاشات يا دكتور المفروض يعوده وقت أقصى. أقصى حاجة ساعتين في يوم لأن أنا بسمع أمهات الحقيقة بتقوله ساعة بلاي ستيشن وساعة تليفون وساعة تليفزيون. هو أقصى حاجة ساعتين في يوم ساعة الصبح وساعة بالليل. دي أقصى حاجة ممكن الطفل يعودها على الشاشات ناخد بالنا أن الحاجات دي بقى يعني إيه؟ يعني الطفل من خلال ممارسة الأشياء دي بيبقى أدمنها بعد شوية بيبقى مش قادر يسيب الموبايل وبعد شوية مش قادر يسيب البلاي ستيشن فأنا لازم أعمله جرادي والوزدرول أو أعمله انسحاب تدريجي من الأشياء دي عشان لما ندخل المدرسة ما يبقاش بيدور إزاي يوعد على البلاي ستيشن ويتخانق معايا لأنه بيبقى فيه أعراض انسحاب فهيزعق ويتخانق ويصوروا على محكوفة تتكلم عن الموضوع كأنه إدمان حقيقي هو فعلا إدمان حقيقي هو فعلا مصنف على أنه إدمان حقيقي كثيره إيه يا دكتور ده على عقوله؟ بالمناسبة هو في تصنيفات الأمراض النفسية هو مصنف إدمان حقيقي ليه؟ لأنه ليه نفس البيولوجي بتاع الإدمان ورافضين يسيبوا الحجاب دي فعلا أه ما أنا أوضح لحضرتك إحنا عندنا في المخ حاجة اسمها الريورد سنتر وهو مركز المكافأة ومركز السواب عشان كده لما بنقوله المكافأة ومركز العقاب ومركز السواب المكافأة والعقاب مهمين فعلا هم مهمين عشان المراكز دي بيتم استسارتها من خلال المكافأة والعقاب اللي بيحصل أنه الألعاب دي زي الإدمان بالضبط بتخلي الدوبامين يتم إفرازه في الريورد سنتر اللي هو مركز المكافأة فالشخص يحس أنه منتشي وسعيد من خلال أداءه للألعاب دي أو من خلال أعدته على الموبايل بالطريقة دي زي بالزبط اللي بياخد مخدرات ومع انسحاب ده مع انسحاب الموبايل أو البلاي ستيشن يبدأ الدوبامين في الريورد سنتر اللي هو في مركز المكافأة يبدأ يقل فالطفل يحس بأعراض انسحاب زي اللي بيحسها بالزبط مضمن المخدرات ويبقى متضايق جدا ويدور على البلاي ستيشن أو الموبايل بشكل هستي إيه البديل اللي الأمة تدخل تقدمه في الوقت ده علشان تقدر تحل المشكلة وما يبقاش متضايق ولا لو هو صغير شوي بقى بيعيط وما هات كتير بتلجأ انه دماغها وجعتها فتسيبه ما هده غلط للأسف البداية انه انا ما ادلوش عدد ساعات كتير اصلا على البلاي ستيشن أو الموبايل دي البداية لانه نقايا خاروا من العلاج طب حصل وانا دلوقتي عايزة اقلل بقى عدد الساعات اللي هو بيعودها على الموبايل أو البلاي ستيشن يبقى انا محتاجة ادخل زي ما حارك قلت كده نشاط تاني يكون مسير بالنسبة للطفل ويبقى الطفل مهتم بيه عشان يبقى عنده دافعية انه يمارس النشاط ده تمام ولو عنده دافعية انه يمارس النشاط ده هيبدأ يحصل انسحاب تدريجي من البلاي ستيشن أو الموبايل بدون ما بقى فيه اعراض انسحاب طب فيه اطفال بيبقى عندهم الادمان وصل لمرحلة انه فعلا بيبقى بيتخانق وبيزعق مع مامته ويمكن يمدي ايده عشان هو عايزة بنوال او البلاي ستيشن نعمل ايه هنا الطفل ده محتاج ان يروح لطبيب نفسي لانه محتاج علاج زي زي المدمنين الكبار بالزبط مفيش فرق هو بقى مدمن للبلاي ستيشن أو الموبايل أو طفر الوسيلة الترفيهية ميجي حدرتك يا ربطور اوليه اقور بتشتركي من ده وجايا وعندها الوعي انها تودي ولادها علشان انشاشرة الالكترونية والالعاب بيبقوا فاهمين كويس انه وصل لحالة ادمان وفيه ألعاب معينة بيبقى الطفل مدمنها وهي ألعاب مصنفة انها اديكتف لمناسبة الألعاب الالكترونية مصنفة اديكتف ونان اديكتف جيمز ففيه لعبة مشهورة جدا لعبة كل الاطفال تقريبا بيمارسوها دلوقتي او بيلعبوها لعبة دي ادمانية وامهات كتيرة بيجوا للعيادة عشان الطفل بيمارس اللعبة دي بشكل يومي وفترات طويلة فاحنا عايزين ننعنون لعبة موضوع ما يتحولش بعد شوية الادمان لان كل حاجة مع الكسرة بتاعتها تتحول الادمان يعني للأسف عمدينا حصر بالالعاب دي يا دكتر عارفينها من حضر من الناس اه فيه ألعاب معروفة انها دي ألعاب اديكتف معروفة حتى هم بيصنفوها برا الشركات اللي بتنتج الألعاب انه اللعبة دي فيها جزء ادماني زي ايه ربطة مثلا زي باب جي مثلا باب جي لعبة ادمانية زي جي تي اي او بيقولوا عليها جاتا دي لعبة ادمانية زي كونكر دي لعبة ادمانية دي ألعاب مصنفة انها ألعاب ادمانية يعني الطفل لو مارس الألعاب دي فترات طويلة هيبدأ بعد شوية يبقى موت من الألعاب دي زي في وقت من الأوقات كان فيه لعبة اسمها الحوت لازرق كانت لعبة ادمانية من ضمن الألعاب الادمانية الطفل بعد شوية بتعود عليها عملت كوارس وبالزبط كده هو إيه اللي خليها تعمل كوارس ان لعبة ادمانية فالطفل مش عارف يبعد عنها وهو مضطر يبقى كمسلوب الإرادة يمشي وراء اللعبة وتعليمات اللعبة فعشان كده الألعاب دي تصنف ألعاب إدمانية ويريت أن الأطفال ما مرسوهاش ولو هيمرسوها المرسوها الوقت محدود لأنه الشيء لما بزيد عن حده بنقلب ضده فبتحول لإدمان عشان كده الإدمان مش بس مخدرات أي نشاط الشخص بيصحى من النوم يدور عليه وعايز يمرسه ولو بعد عنه يحس بالتوتر والقلق ويحس أنه مش قادر يبعد عنه وبعدين يقضي فيه أغلب ساعات اليوم بتاعته ويبدأ يعمله خلل وظيفي في نوحي الوظيفية في شغله وفي مدرسته أو خلل اجتماعي في أنه ما بقاش بيقعد مع صحابه زي الأول أو ما بيقعدش مع عرايبه زي الأول عشان هو بيمارس النشاط ده طول الوقت وما بيكلمش كتير ودي بتبقى شكوا ناس دي اسمها مواصفات عامة للإدمان أي نشاط الشخص يعمله فيأثر فيه بالشكل ده يعتبر النشاط ده نشاط إدماني يعني الإدمان ما عادش بس مصنف أنه مخدرات لا الموسيقى فيه أنواع من الموسيقى بتعمل كده بالمناسبة صحيح ده أقرر يعني المهمة كمان بجانب هذا التأثير النفسي الكبير على الطفل أنه بالتأكيد هيأثر على تحصيله الدراسي وعلى تركيزه وعلى حتى وجود دوافع للتعلم بالزبط برافو عليك وده سؤال مهم لكن معلش هنروح لفاصل ونجاوب على هذا السؤال بعد الفاصل مع دكتور محمد حمودة مدرس أهلا بحضراتكم من جديد وبنتكلم عن الموسم الدراسي الجديد وإزاي نهاية نفسنا جوه البيوت للموسم الدراسي وإيه المطلوب مننا كأولياء أمور تجاه ولدنا السنة دي علشان يقدروا يبدأوا عام دراسي جيد وموفق إن شاء الله نرجع عليه دكتور محمد حمودة مدرس الطب النفسي ودكتور قبل الفاصل كنت بسأل حضرتك عن تأثير الجيمز والألعاب الإلكترونية والشاشات على التحصيل الدراسي وعلى وجود دوافع للتعلم أصلا لأنه كتير دلوقتي بنسمع إنه أطفال مش عايز تروح للمدرسة ما عنداش أصلا حتة اللي هو أنا عندي وعي بأهمية التعليم ولا أنا هتعلم إيه في المدرسة دي ولا أنا رايح للمدرسة دي ليه الناس دي بتقدرني وبعتني المدرسة بالضبط كده كلامك صحي جدا مشكلة الأجيال دايما طول الوقت الدافع للتعلم لأنه فيه دافع إن أنا روح لعب كورة وفيه دافع إن أنا أقوم أكل وفيه دافع إن أنا أخرج وفيه دافع إن أنا ببسط بس إيه الدافع اللي يخليني أروح أتعلم عشان كده إحنا بنقول إنه الدوافع حاجتين دوافع في السيولوجية اللي بتخلينا نقوم من النوم عشان نأكل عشان إحنا جعنين أو نقوم من النوم عشان ندخل الحمام ده دافع بنسميه دافع فيسيولوجي غصب عني أنا عايز أعمل كده تمام؟ لأنه اهتياج جسدي بالنسبة لي وفيه دوافع تانية نفسية زي التفوق ده دافع نفسي الدافع ده ما بتولدش كده في يوم وليلة الدافع ده بيتزرع في الأطفال منه هم أطفال تمام؟ والدوافع ليها علاقة كمان بالنشاط نفسه ففيه دافع من النشاط منه فيه بنسميه دافع داخلي يعني إيه دافع داخلي؟ يعني أنا بلعب ماتش كرة والماتش سخن فأنا عايز أكمل الماتش عشان أنا جيبت جون وعايز أكمل عشان أجيبي الجون التاني وأجيبي الجون التالت فده اسمه دافع داخلي دافع يخليني أكمل البروستس اللي أنا ماشي فيها وفيه دافع خارجي زي إنه اللي برا بيشجعني حد من بره واقف يشجعني ويقول لي شد حيلك وهتجون فهنا فيه دافع خارجي اللي هو بره خط وفيه دافع داخلي اللي هو جوه المطش نفسه نفس الحكاية في الدراسة احنا عندنا دافع داخلي اللي هو أنا عايز أتفوق عشان عشان إيه؟ عشان العملية التعليمية بتديني إنجازات أنا بحسها عشان أنا حاسس أن أنا ببقى أحسن عشان أنا حاسس أن أنا ثقافتي بتزيد عشان حاسس أني لما بعد في وسط الكبار بعرف أتكلم زيهم عشان حاسس أني اكتسبت معلومات مهمة بقولها ده دافع يخليني أكمل في العملية التعليمية الحاجة التانية الدفع الخارجي بقى إنه بيسقفولي إنه بيكفؤوني إنه بيدوني مصروف عشان أنا بروح للمدرسة وهكذا رمض المكافأة بعمل جيد يا دكتور هو ده نفسياً يصح ولا لا يصح؟ يصح في الأطفال ولا يصح في الكبار ما هو ده بيخلي الكبار إحنا بقى تعودنا على سيستم أنا مشي على المكافأات طول حياة لا أتمر بديكه بعد شوية وإيه المشكلة ما أستنى المكافأة؟ أما إحنا عندنا أصلاً مركز للمكافأة في المخ فهذا طبيعي إنه أنا هكوم مستنى المكافأة هو خدي بالك هو برضو تاني والله المسألة هو ليه فيه جنة ونار ما هو عشان مكافأة أو عقاب فطبيعي إنه الشخص يبقى مهتم بالمكافأة ده الفيسيولوجي بتاعنا فيه مركز للمكافأة في المخ ومركز للعقاب في المخ عشان كده إحنا عايزين مكافأة طول الوقت بس هي الفكرة فيه؟ بس من الحقيقة ما بتديش مكافأة طول الوقت والشغل ما بيديش مكافأة طول الوقت جانباً لو قابلتوا ظروف صعبة بقاعد بقاعدت عامل معها إزاي بس نرجع للأطفال هتلاقي إن إحنا للأسف بناديهم مكافأات طول الوقت يعني إيه؟ يعني ابنك أنت بتجيبه له الحاجة الحلوة طول الوقت بتسايبه له البلايستيشن طول الوقت بتخرجي لما يبقى عايز يخرج طول الوقت ففقدت بالزبط كده فالمكافأات اللي إحنا كنا بنكافأ بيها الأطفال فقدت معناها فما بقاش فيه معزز خارجي ما بقاش فيه حاجة تخلي الطفل عنده دافع خارجي ويبذل مجهود ليه؟ هتلعب بالبلايستيشن بعده خلاص مذاكرة طب أنا بلعب بيه طول النهار هسفرك بعد ما نخلص الدراسة طب معادي إحنا بنسافر في وسط الدراسة طيب هنجيب حاجة حلوة طب ما أنا كل يوم باكل حاجة حلوة ففقدت المعززات الخارجية كل مطخ فما بقاش عندنا غير المعزز الداخلي اللي هو إن الحاجة تبقى مسيرة وتسير شغف الطفل للاستمرار عليها فعشان كده تلاقي الطفل بيحب مادة ورافت مادة تانية وان عرف شغفه إزاي أصلا يا داكتور يعني لسه طفل عنده 4-5 سنين أعرف شغفه إزاي التجربة إحنا ما نعرفش شغفنا غير لما بنجرب يعني هتجربي مع الطفل كل حاجة عشان تعرفي شغفه وعشان كده إحنا بنجرب العبر يوضية كتير من جرب ما ناخد بالنا مع أولدنا فتدخلي كورة فتلاقي مش ناجح في الكورة ومش حبيبها فتدخلي سباحة فتلاقي مش مهتم فتدخلي سكواش فيحب الموضوع هنا يبقى الشغف بتاعه لي علاقة بمسكة المضرب ولي علاقة باللعبة زي السكواش فيكمل فيها فبالتجربة إحنا بنعرف الشغف بتاعنا إحنا ما ندولدناش عارفيني الشغف بتاعنا بس خدي بالك أنه في حاجات بروسس بنمشي فيها بتخلي الشغف يزيد فأنا في التعليم في مادة معينة أنا المدرس بتاعها بحبه والمدرس ظريف وبشرح بشكل يخليني عايزة أسمع المعلومات اللي هو بيقولها فهنا المادة نفسها بقى فيها شغف الداخلي اللي بنقول عليه المدرسين الصراحة ليهم تأثير السحر على الولاد طبعا ليهم تأثير مهم جدا وعشان كده إحنا بنقول أن العواقب المدرس لازم ما تبدأش من أول يوم دراسة المفروض تبدأ من الأجازة عشان الطفل لما يخش المدرسة يبقى عنده علاقة قوية بالمدرس فيبقى جزء من إحساسه بالمسؤولية تجاه المادة أنه عايز يبسط المدرس ده عشان المدرس ده هو اللي بديه فأنا عايز أبان قدامه أني متفوق زي ما عايز أبان أصد بابا أن أنا مؤدب زي ما أنا عايز أبان أصد ماما أن أنا مؤدب نفس الحكاية عايز أعمل دمع المدرس فعشان كده العلاقة لازم تبقى من قبل الدراسة لكن العلاقة اللي بنستنى لحد ما ييجي أول يوم دراسة فيروح يقابل المدرس لأول مرة في الدنيا وهو ما يعرفوش هنا ما خلقناش الحاج بتوجه هنا ده يكون موجود في كل المدارس اللي هو الورينتيشن اللي بيكون موجود في المدارس الانترناشنل شوية والناشنل بيحصل قبل الدراسة كمان في المدارس الحكومية بالزبط كده وده اللي بيخلي الطفل متعلق بالمدرس بتاعه وعايز رضيه أو مستمتع بالمعلومة اللي بيقولها المدرس وقاعد عنده الشغل عايز روح المدرس عشان يقابله بالزبط وعنده الدافع الداخلي اللي كاليه عايز يكمل المادة دي عشان كده تلاقي فيه طالب بيحب مادة معينة ويحبش التانية عشان هو بيحب المدرس ده ويحبش المدرس بتاع المادة التانية طيب احنا قمنا نتلم عن كمان تنظيم المواعيد من بدري طيب ما هو بيقولك سبني انا لسه عندي 3-4 ايام في الاجازة لسه عندي اسبوع في الاجازة انا ايه الكلام البسيط اللي انا ممكن اقدر اقولهله انه ده ما ينفعش يعني انا مش عايزة اغلس عليك ومش عايزة انهيلك الاجازة بدري لكن المفروض ان احنا ننظم الوقت ده علشان نقدر نبقى داخلين قادرين ان احنا نبتدي الموسم الدراسي الجديد ده لو هتسأليني هقولك افضل انه مبقاش فيه كلام اصلا يبقى فيه فعل يعني ايه يعني اشغل وقته انا عندي وقت فاضي فانا عايزة امسك البلاي ستيشن هو انا ليه من دلوقتي اقعد فاضي لكن اللي احنا بنعمله كاوليه امور ايه ان احنا بنقوم شارلين البلاي ستيشن او شارلين الموبايل او منعين الانشطة قابليها بخمستاشر يوم عشان هو قالوا في التلفزيون ان احنا لازم نعمل انسحاب تدريجي للحاجات دي فاحنا هنوقف الانشطة من دلوقتي طب ما فعلا هيقعد فاضي هيقعد يبص للسقف لكن لو دخلت انشطة تانية بديلة هيبدأ يبقى مهتمة بالحكاية على فكرة ما فيش دولة في العالم بتدي اجازة ثلاث شهور الا في مصر هو الطبيعي ان الاجازة تبقى مدتها قليلة وتبقى الاجازة بتتاخد ثلاث او اربع مرات سنة ده بيقولك مالحقناش يا دكتور ده ومبيبطر تقول اجازة وبيقولوا اجازة تخلصت بسرعة مالحقناش هو الصح ان النظام يبقى ماشي طول الوقت الدراسة مكملة طول الوقت والأجازات تبقى 3 أو 4 مرات في السنة كل مرة لا تتعدى 15 يوم عشان الطفل ما يفصلش تماما وأبدأ أرجع من أول وجديد أسخن كإني بالضبط كنت راكن عربية مارسيدس وبعدين عايز إيه أسخن العربية دي طبعا أطلقنا فلازم أبدأ أنظف المطور ولازم أغير البطارية ولازم أغير العجل عشان أعرف أدور العربية تاني من أول وجديد دي مشكلة بتواجهنا عشان إحنا بنركن الطفل 3 شهور ونيجي بقى على بداية الدراسة يلا بينا نركز ويلا بينا نذكر طيب بما أننا داخلين على الدراسة يا دكتور المفروض زي محضرتك بتقول كده المطور يشتغل إزاي نعمل إيه الأيام دي في 15 يوم الجايين علشان عقولهم تدور ويقتنعوا خلاص أن احنا داخلين على موسم دراسي جديد حلو من أول المفروض برضو الأجازة هرجع أقول احنا فضلنا 15 يوم بس كان المفروض بنقول الأجازة نخليهم يقروا مع الأنشطة خلاص يقروا مع الأنشطة اللي هما بيمرسوها يعني أنا لو كل ساعة هقلل كل يوم هقلل ساعة من البلايستيشن والموبايل فهخلي الساعة دي يقرى فيها قصة قصة تفهة جداً ساعة يا دكتور ده الريدن جوئة والقراءة دي مشكلة كبيرة جداً مع الأجاز دي هما مش عايزين يقروا خد بالك هما مش مش عايزين يقروا هما عايزين يقروا بس على الآيباد أو على الموبايل لكن هما هيقرأ يعني هو بيقرأ أورادي على الآيباد وعالموبايل فأنا بس محتاج أغير طريقة الإراية بتاعته تمام؟ يعني مش لازم أمسكه الكتاب بالشكل التقليدي وأقوله أقرأ بالشكل التقليدي لأ أنا بس هغير الطريقة هحط له الريد من تاريخ هو نزل اشترى الكتاب ونقل الكتاب تفرق معاه ده بالنسبة لنا لكن هما في الجيل ده اللي هو متعود على كل حاجة الأونلاين هو بيشتري الكتاب أصلاً أونلاين فهو مش مهتم أن ينزل اشتري الكتاب ويقف في مكتبة فبس هو هيقرأ إزاي طريقة الإراية هي اللي هتفرق أو حتى أعلمه أنه يبدأ يسمع حاجات مسموعة لأنه فيه الأودجي بوكس دلوقتي فممكن يسمع حاجات بدل ما هو هيقرأ خالص بس في مقابل ده أنا بسحب ساعة وزود ساعة أسحب ساعة وزود ساعة لحد ما يلاقي نفسه على الـ 15 يوم على نهيتهم بقى بيقعد ساعة على الموبايل وساعة على البلايستيشن وأربع خمس ساعات تانين اللي كان بيعودهم بقى بيستغلهم في أنه هو بيسمع أودجي بوك أو أنه هو بيقرأ حاجة على الآيباد أو التابلت طيب ولو طفل أصغر من كده معلش يا دكري يمارس أنشطة دوية التعليمات دي تفرق مع بنت أو ولد وتفرق هي مع المراحل العمرية آه تفرق مع المراحل العمرية طبعاً بس ما تفرقش مع بنت أو ولد فالمراحل العمرية اللي حمتكلم على أنه يقرأ ده المراحل اللي هم الكبار للميكانه ورجعه تاني للنشاط يدوي اللي بيستهلك وقت كبير منه أو الرسمة أو التلوين أو التوصيل أو الحاجات اللي هممكن يبقى بيقضي فيها وقت هو مش من ده ولا زهان يعني نحاول أن احنا نشوف موهبته مثلاً لو هو موهوب ونشتغل عليها في الوقت ده يمكن ده يخرجه بره الموت بتاع يعني لو بيتمرأ تمرين ما ممكن نبتديه قبل الدراسة قصدي فيحس أنه احنا خلاص راجعين للروتين هو المفروض الحاجات اللي فيها موهبة أو اللي هو بيعملها المفروضة أصلاً مستمرة في الدراسة ومستمرة في الأجازة وبتواجهنا مشكلة كبيرة على فكرة في الدراسة أنه أولياء الأمور بيقرروا أن احنا هنبطل كورة وهنبطل رياضة أو هنبطل النشاط اللي احنا بنمرسه عشان احنا عايزين نركز في الدراسة فهو كل مرة بيبدأ من أول الأجازة الجديدة كأنه ما تعلمش حاجة خالص في الرياضة اللي فاتت دي المفروض ده يمشي بالتوازي مع المذاكرة ولو الطفل عنده مهارات فحاجة معينة وموهوب فيها فعلاً فأنا هنا محتاجني أركز على الموهبة دي أكتر بكتير مركز على الدراسة لأننا مش الهدف أن كل الطلبة يطلعوا دكاترة ومهندسين مين هيطلع العيب كورة ومين هيطلع مغني ومين هيطلع ممثل ومين هيطلع رياضي بأي شكل من الأشكال فإحنا عايزين ومين هيطلع فنان فإحنا عايزين يبقى عندنا كل ده فعشان يبقى في المجتمع في كل الأصناف دول لما لقي ابني مهوب في حتة معينة يبقى أنا هركز على الحتة دي أكتر من الدراسة وهبقى واخد بالي كويس أوي أنه الدراسة هنا هو عشان يتعلم لكن مش الهدف أنه هيشتغل بالدراسة اللي هيدرسها هو خلاص هو مهوب في الفن فهو هيبقى رسام هو هيبقى موسيقي هو هيبقى موسل هو ده أنا أقدر أقرره في عمر إيه؟ بيبان في الأطفال على فكرة بعد زي ما قلت لك كده التجربة بنعرف أن الطفل ده مهوب في حاجة معينة فبيبان فهبدأ أخلي الطفل ده يهتم بالحاجة دي أكتر من الباقي وهدي له أولوية في دي أكتر من الباقي خد بالك لو إحنا هتمينا بالدراسة بنفس درجة الرياضة اللي هو مهوب فيها فهتلاقي أنه الاثنين درجتهم بقت عادية فهو بقى رياضي عادي وبقى طالب عادي ولا هو بقى طالب متفوق ولا بقى رياضي متفوق لأنه صاحب بالين كداب لازم في حاجة تضغى عن التانية فعشان اللي هيضغى على التاني اللي هو عنده فيه شغف أكتر وعايز يمرسه في ناس من زميلنا ده كترة بعد ما خلصوا كلية الطب قرروا يعملوا كرير شفت لأنه ده ما كانش الشغف بتاحهم أصلا وغيروا ودخلوا في مجالات تانية وكتير من فنانيننا العظام كانوا ده كترة بالضبط ليه عشان الأهل ما هتموش بشغف الطفل وركزوا بس على إيه إنه لازم يمشي في محالة تعليمية بما أننا ندخلين على الموسم الدراسي الجديد فكان حديث مهم جدا يا دكتر وزاي نرجع تاني مود العودة للدراسة وإحنا خلاص 15 يوم على الموسم الدراسي الجديد أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتر محمد حمودة مدارس الطب نفسي شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا في التاسع شكرا لحضرت الكلاسة المشاهدين كده مشاهدين وصلنا معاكم لآخر حلقتنا يارب دايما أشوفكم على ألف خير